موضوع مهم برضو عايز اتكلم فيه مع حضراتكم النهاردة وهو موضوع بالنسبة لي برضو كالعادة بنترح تساؤلات والحمد لله يعني احنا بقالنا فترة كله بنترح تساؤل بيجي لنا رد على طول او تاني يوم بيردوا علينا على طول الحقيقة ممكن ما يكونش من خلال القناة ولكن من خلال الاعلام المصري الاعلام الرياضي المصري المتواجد فيه كل القنوات تحت كرة القادم النهاردة اعلن شروط القيد للموسم الجديد تمام زي الفل فتح باب القيد هيكون يوم 30 اغسطس الحالي حتى 9 سبتمبر المقبض على ان تنتهي القوائم الاضافة للقسم الاول في 20 سبتمبر والالتاني 22 والالتالي 24 والقسم الرابع يوم 29 فيما يمتد قيد النشئين والصلاة والنسئية حتى 7 اكتوبر تمام كل دا حلو فيش مشكلة فترة القيد التانية هتبقى من يوم 1 يناير 22 حتى يوم 1 30 من الشهر نفسه اما بالنسبة بقى للقوائم الاندية كل نادي مسموح لي 30 لاعب بالاضافة الى 5 لاعبين من موليد 99 وما بعدها من اللاعبين الصعيدين للنادي فيما تحدد عدد اللاعبين الاجانب ب5 لاعبين ضمن المقيدين بالنسبة للقسم الاول ولاعبين 2 فقط للقسم الثاني ولاعب واحد للقسم الثالث على قلة يعتبر اللاعب الفلسطيني ضمن اللاعبين الاجانب اذا موضوع الشمال الافريقي دا اصبح خلاص انتهى الفلسطيني فقط هو اللي لا يصبح من اللاعبين الاجانب ولا يسمح باشراك غير اللاعب المصري في مركز حراسة المرمى تبقى تظل الامور كما هي اللي جاي بقى طيب حدد الاتحاد المصري لكرة القدرة مسابقات المراحل السنية لموليد يناير 2001 و2003 و2005 و2006 و2007 و2008 على ان يسمح بقيد 30 اللاعب لكل مرحلة السنية وبنسبة للبراعم كذا وكذا وكذا اتحاد كرة القدم بيضع الشروط القيد للموسم الجديد ولم ينتهي الموسم اللي فات بمعنى ايه؟ انا بتكلم عن الناشئين بتكلم على الناشئين يعني حضرتك دلوقتي مسابق التسعة وتسعين مين اللي كذبان هذه المسابقة؟ حتى الان اقرر اتحاد كرة القدم بان هذه المسابقة هتلعب فيها مباراة فاصلة ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك وبعدين تم تأجيلها لاجل غير مسامة وبعدين الموضوع نام خالص محدش عارف لغاية دلوقتي هل المسابقة التسعة وتسعين اتلغت السنة اللي فاتت يعني؟ ولا ايه اللي حصل فيها؟ مين البطل هذه المسابقة؟ هل حيتم ان احنا نلعب مباراة فاصلة ولا لأ؟ كلام كتير جدا نقدر نتكلم فيه في اطار هذا الامر فالحقيقة حضرتك بتضع القيود للموسم القادم او بتضع شروط القيد للموسم القادم ولسه لم تنتهي من الموسم اللي قابله كلام كتير بنتكلم فيه عن موالي تسعة وتسعين مين اللي كسب المباراة؟ مين اللي كسب البطولة انا اسف؟ الاهلي ولا فريق تاني؟ محدش عارف لغاية دلوقتي محدش عارف هو ليه لأ؟ ليه لأ يعني؟ ليه لأ؟ يطلع اتحاد كرة القدم يقولينا جماعة موالي تسعة وتسعين حيلعب فيها مباراة فاصلة مثلا مش هنلعب فيها مباراة فاصلة هو ده النظام واللي اتنين خدوا الدوري نقول عشان نتكلم عشان نقدر نتكلم ولكن ان حضرتك تضع شروط للقيد في بداية موسم ناشئين واحنا مش عارفين لسه ايه اللي حصل للموسم اللي فات؟ انا بالنسبة لي دي برضو علامة استفهام اتمنى ان حد يطلع يرد علينا في هذا الامر ويقولينا والله تسعة وتسعين دي مسابقة وانتهت وتلغت وحصل فيها كذا وكذا وكذا